صور إسقاط أنكا التركية بسلاح إيراني صادره الأمريكيون لتعلق تركيا وإيران في أزمة لقد شارك ضباط أمريكيين مختصون في إسقاط درونات تركية في العراق شمال العراق وقد سلمتهم واشنطن صواريخ اعتراضية أرجو إيرانية من تراز 358 المعروفة بصقر وأيضا ستينجر المحمول الف آي عام 92 لقد تحول الأكراد إلى تكتيكات الجيش الأوكراني لأن المؤطر واحد فأصبح حاليا استخدام الدرونات الكاميكازية ضد الجيش التركي تحت تأطير أمريكي إسرائيلي مباشر وتأكد إسقاط أنكا في الساعة 11 ليلا في جبل قنديل يوم السادس من يونيا 2024 وهناك فيديوهات نشرت هناك أيضا لائحة إلى الآن مشكوك في كامل معلوماتها وصادرة عن المخابرات الأمريكية وقد نشرت درونات التي أسقطت من طرف التنظيمات التركية وهي في حدود 6 لتصبح 20 وهذا الذي وضع إشكالا كبيرا حول الأرقام واعترفت الآن الولايات المتحدة الأمريكية عبر مخابراتها وأيضا الفصائل التركية بتسلم صواريخ طال أنظمة الدفاع الجوي المحمولة المانباتس عموما خصوصا منها ستينجل if I am 92 وهذا كله لأن هناك حرب معلنة مباشرة ضد تركيا خصوصا عبر الإسرائيليين وعبر الضابط كي كما يوصف الآن أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية تطورات واضحة المعالم بخصوص بصمات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت على خط الحرب ضد تركيا وأصبح الاستنزاف ظاهرا إلى أباد حد في الوقت الذي نرى فيه حزب العمال الكردستاني حزبا إرهابيا بين قوسين حسب القانون الأمريكي فإنه اليوم لديه طاو ولديه استينجر ولديه أيضا سقر التي حملت مباشرة من الأسلحة المصادرة من إيران وبتوجيه مباشر من المخابرات الأمريكية والآن رئاسة الأركان الأمريكية هي التي تسعى حاليا ومن خارج ما يسمى بالفرق الخاص هناك أساسا تكوين لدى الـ CIA بأن لديها فرق خاصة فرق عملياتية عموما تقود هذه العمليات بشكل مباشر هذا أمر معلوم لكن عندما يصل الحال اليوم إلى تسليم مباشر لكل من ستينجر وغيرها فقد اعتمدت أمريكا على أن الأقراض جيش وأن هذه الجاء ليست لحزب وإنما للجيش الكردي وهنا فإن التأطير اليوم تأطير يذهب إلى أبعد من كون الأمر يتعلق بفرق خاصة للدعم إلى جيش جيش كردي في مقابل الجيش الأوكراني ويسلم من نفس الأسلحة تقريبا سنجد أن 86% مما يسلم لأوكرانيا أيضا يسلم للجيش الكردي ومعلوم أن بايدن لديه خصوصية بما يراه في فيدرالية العراق أيضا بالنسبة للدولة الكردية في العراق وأيضا في سوريا وإمكانية جعل هذه الدولة تسبق أو على الأقل تكون بالموازات مع الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون دولة فلسطينية في حسابات أمريكا إلا إن كانت دولة كردية وفي هذه الحالة فإن تغييرا كبيرا سيحدث على خارطة سيسفيكو وهذا ما تعارضه تماما بريطانيا فهناك خلاف استراتيجي ما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حول أمر التوازنات وأمر جيو بوليتك في خرائط هذا القرن سنجد أن أمريكا تربط ما بين الدولة الكردية والدولة الفلسطينية في حالة الإنشاء وأيضا بالنسبة لإعطاء الجيش الكردي خاصيات غير دفاعية بل هجومية للوصول إلى تثبيت حالة محددة لهذا الجيش إذن يمكن أن يكون الجيش الكردي تحت سقوف تسليح محددة قابلة للتفاوض في مقابل تركيا تماما كحالة أوكرانيا مع روسيا هذا يمكن أن يصل إليه الوضع مستقبلا لكن في كل الأحوال الآن فهناك حملة استنزاف في مقابل غزة فبالنسبة للموقف الذي يدفع ثمنه غاليا أردوغان والجيش التركي فكان الأولى بالنسبة لبعض القوميين أن طرحوا وقبل أن تسيطر بشكل كامل إسرائيل على غزة وكان هناك عشرات التقديرات الأمريكية لمسلمة إلى تركيا بشأن عدم التدخل أو إمعاد التدخل بشكل كامل خصوصا وأن إيران طلبت من تركيا أن تساعد في الوصول إلى غزة وهذا يجب احتسابه وكان واضحا جدا أن الأمريكيين ضغطوا بشكل واسع من أجل منع هذا التقارب المباشر الذي يمكن أن يحدث صعوبا مؤكدا على أين الآن إسرائيل دخلت على خط الدعم بشجاعة للتنظيمات الكردية هذا أمر طبيعي للغاية إذاً لدينا أمر أساسي في هذا التقدير الأولي انطلاقا من أولاً اعتماد مباشر لحلقة لوجستيك ودعم مباشر لغزة لكن هذا كان أمراً غير ميسراً لأن أمريكا هددت بحرب مباشرة فكان الأمر سيزيد سوءاً خصوصاً وأن عدم الإعداد الآن لحرب ضد أمريكا هو الذي طرح عشرات الإشكالات بالنسبة لتوسيع الحرب من لبنين أو من جبهة لبنين وأن يكون ذلك بمثابة تجاوز لما سمي بالأراضي الخالصة لـ 1948 وهذا كان إشكالاً بحد ذاته المسألة الثانية المرور عبر تركيا وكان هذا أمراً أيضاً صعباً في مرحلة ثالثة كان هناك أكثر من صفقة للسلاح موجهة لجيش السلطة في الضفة الغربية وفعلاً استطاعت إسرائيل أن تفكك على الأقل شبكتين في الموضوع وكل هذا أمامنا سؤال محوري للغاية لماذا المخابرات الأمريكية تسعى إلى أخذ السلاح الإيراني المصادر ونقله مباشرة من أوكرانيا الآن إلى الأكراد وتسليم كل ما يتعلق بتعويضه بشكل متقدم لصالح أوكرانيا هذا هو الإطار الذي جعل من زيلنسكي لديه 121 مليون دولار وحوالي بعض الآلاف الأخرى هذا في حساب يوم الرابع والعشرين من شهر يناير 2024 هذا التحقيق المرصود له في البنتاجون لهذا المبلغ يتأكد من خلاله أن قراراً مباشراً من الرئيس الأوكراني نقل من خلاله سلاحاً كان موجهاً للجبهات وهذه الأسلحة هي أسلحة بالأساس أو سلاح بالأساس إيراني كان موجهاً للجبهات فحمل مباشرةً عبر الإسرائيليين إلى الأكراد هذا كله من أجل وصول إلى أن تعلق العلاقات الإيرانية التركية إذا هذا وضع متقدم حسع من خلاله الإسرائيلي إلى الرد على تركيا والرد على إيران واستنزاف البلدين لأن أهم ما تريده إسرائيل الآن أن تعلق طهران بأنقرة وأن يكون الوضع ما بين شيعة وسنة وتجديد هذه الحرب التي استفادت منها أكبر مستفيد منها كان الإسرائيلي لنجد في المقابل أن هناك اعتبارات أخرى شديدة الأهمية بالنسبة لنقل تكنولوجيا الرؤية الليلية وغيرها من أسلحة إسرائيلية مع حذف أي إحداثية أو أرقام وهذا أمر معلوم إذ كان هناك حوالي العشرين مليون دولار منذ بداية هذه السنة لصالح التكنولوجيا الكشف الليلي وهذا أمر شديد الأهمية بالنسبة للوحدات من جهة وأيضا للبشمارقة من جهة ثانية وهذا له تفصيل خاص لأن هناك بندين على الأقل ذابا باتجاههم مثل هذا التمويل الموجه نحو الرؤية الليلية على وجه دقيق وهنا كان واضحا أن إضافة الرؤية الليلية على سقر وأن التوجيح حدث بفعل الأكراد وهذا الذي درس مباشرة ونقل كورقة في الموضوع باتجاه القسم السادس أو الصالة السادسة بالنسبة للتدريبات يوم الواحد من شهر مارس من 2024 لذلك فالتقديرات الآن تذهب إلى محاولة خلق إشكال واضح ما بين طهران وبين تركيا على أساس من يموله ومن يمونه على وجه تحديد هذه الفصائل في هذه الظرفية التي أسقطت فيها أنكا وعندما نرى فيديو إسقاط أنكا يكتجب الجميع أننا أمامه أولا ليس ستينجر إنما ستينجر المطور المسلمي على وجه التحديد للأوكران إذن ليس مباشرا وليس من المخازن التي في الشرق الأوسط إنما لآخر ما أضيف وموجه أساسا لأوكرانيا وحصرا لأوكرانيا هذه الأسلحة إذن نقلت من عودة زيلنسكي وباتجاه الأكراد وهذا هو التطور الاستثنائي الذي يمكن القول معه الآن أننا أمام استراتيجية مباشرة فيها مخابرات أوكرانية مخابرات إسرائيلية وأمريكية تدعم الأكراد بخصوص عمل موجه ضد تركيا من جاه وهذا الذي يرفضه الأوكران فالعلاقات ما بين تركيا وما بين الأوكرانيا على وجه التحديد لعدم دفع أوكرانيا أن تكون جهة تدخل وجهة قوات خاصة إلى جانب الأكراد لأن هذا سيزعج بشكل كبير جدا تركيا ولا ترغب إسرائيل إلا في الوصول إلى هذه المرحلة في العلاقات الأوكرانية التركية فيما روسيا أيضا تتفاهم هذه الوضعية لأن الأداء سيكون صعبا على الجيش التركي أمام أوكرانيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية دفعة واحدة كذلك الشأن بالنسبة لمحاولة أوكرانيا رفض التعامل مع الأهداف التركية وقبولها في إيران لكن مع ذلك وفي قرار التاسع من أبرل وبعدت بشكل واضح كل العمليات الأوكرانية وأصبحت موجهة فقط ضد الجيش الروسي في سوريا حصرا لقد حددت بقرارها هذا مثل هذه الوضعية كي لا يدخل على الخط كل من الأمريكي أو الإسرائيلي وهذا كله لأن تركيا تحاول أن تحيد الجانب الأوكراني فيما الإسرائيلي يحاول أن يأخذ السلاح مباشرة من زيلنسكي ولو برشاوة من أجل تسليمها إلى الأكراد وهذا كله الإيفاء المدى الذي تريده في الأزمة تل أفيغ بين كل من أنقرة وطهران والأمر الآن يذهب بعيدا تجاه تسليم طاق وستينجر آخر طراز كل هذا من أجل استنزاف الجيش التركي تماما كحماسة التي تستنزف الجيش الإسرائيلي كل هذا في حسابات معقدة الأمر الآن يذهب إلى أن تركيا يجب أن تخضع لحرب استنزاف على الأقل في هذه اللحظات وقد صعدت إسرائيل إلى أبعد مدى في هذه الحرب فيما أيضا التركي يسعى إلى منع البحرية الآن الإسرائيلية من أي مناورة قد تسمح لها لا بالمشاركة وبشكل مكثف للغاية في ضرب الأهداف في غزة وهذا ناتج للتشويج وغيرها وأيضا لطابع التموضعات إلى البحرية كما لاحظ الجميع لم تكن في المستوى الذي رأى فيه على الأقل تحالي الإسرائيلي بأن البحرية ستعتمد عليها إسرائيل في حربها ضد لبنان وكان هذا بمثابة خطة هذه الخطة عرقلها وبشكل واضح للأتراك ضد لبنان وضد غزة في الآن وعندما يحاول الإسرائيلي أن يؤكد أن هنا الوحدة الثالثة العشر من البحرية فدائما قوات خاصة ووحدة واحدة وليس هناك للبحرية مثل هذا الإطار إلا أساس بروتوكولي ويكفي أن نقول أن حالة الإطلاق الموجه في مثلا صراط أو في رفح لا يتجاوز ثلاثة فاصل اثنين من نسبة العمليات كذلك الشأنه بالنسبة لوحدة واحدة أو على الأقل بالنسبة لنخبة البحرية فهناك فقط وحدة هي التي تشارك في جميع عمليات غزة لأن البقية البقية إما مشغول عبر أنصار الله في إيلات للرد على القصف وهذا إيراني بالأساس أو لدينا من الاتجاه الآخر ضغط كبير في الشرق المتوسط وهناك أيضا قصف موجه من الحوثي إلى شرق المتوسط إلى الموانئ المتوسطية على وجه التحديد بالنسبة لدخول المرحلة الرابعة التي أكد عليها الحوثي كل هذا يسير باتجاه تعاون إيراني تركي فيما أيضا إسرائيل الآن هي تحارب على الجباتين بشكل قاس جدا مع تزويد الأكراد بما يشاءون وبضباط القوات الخاصة أيضا العاملين الآن في أراضي عراقية في شمال العراق هناك على الأقل سبع ضباط معروفين وهناك كشف بأسمائهم وبالموقع الذي كانوا فيه قبل أن يكون هناك وجوم مباشر وجرح إثناني على الأقل هذا لم ينشر في الصحف لكن هذا هو الأمر الواقع في الخمسة وسبعين ساعة الأخيرة مع شكرا جزيلا وإلى اللقاء